مئتي مليون دولار لاستيراد المايوناز والكيتشوب هو مبلغ كبير من العملة الصعبة استهلكا من أجلك مالية لم تكن السوق الجزائرية في حاجة إليها هذا المبلغ يعكس فوضى الاستيراد الذي تميزت به الجزائر طيلة عشرية من الزمن دفتر شروط جديد سيصدر في الجريدة الرسمية لتنظيم الاستيراد دون المس بما يحتاج إليه المواطن برمي كايدة شارج أنا بعثناه للأمنة العامة على الحكومة باش ينشره في الجريدة الرسمية إذن عندك المقايز اللي تتماشى معه مقايز كايدة شارج مرحبا بيك ما عندكش مشقاش تكتب لنا خلاص المايوناز الموتار الكيتشوب هذي أنا تلحق 200 مليون دولار شكون يقبلها هذي 200 مليون دولار عدم الرقابة على السلع التي كانت تدخل الجزائر من وراء البحر جعل مواد مصرطنة وأخرى مغشوشة تباع بحرية هذه السلع لن تدخل مجددا مائل لم تخضع لمعايير أوروبية العداد الهائل تعلموا استوردين منهم اللي معنهم حتى الصلة بالمواد اللي يستوردين من النوعية واحد الرداءة وحكيت تسبب حتى فيه 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 عمر عادة تسبب فيه كذا التبريد المكيفات اللي هم يجبها وشرته اليوم تكييف سبع عام في الجزائر كي الشمال كي الجنوب تكييف اللي يجيبونا المكيفات اللي تستهلك تلت مرات تلت مرات أو 2,8 يعني بتقريب تلت مرات الشي اللي تستهلك الطاقة اللي تستهلكها المكيفات في أوروبا وش معنتها؟ معنتها بالله هذي ومش مقبولين فيه أي مكان آخر يجيبوهم الجزائر بغي يدخل مكيفات يدخلها بمقاييس الأوروبية خارج المقاييس الأوروبية ما يدخلش التنظيم الذي تعرفه السوق الوطنية فيما يتعلق بالمواد المستوردة سيعطي وضوحا أكثر لما يحتاجه الجزائريون كما سيطهر مجال الاستيراد من الانتهازيين الذين كلفوا الخازينة العمومية ملايين الدولارات لجلب سلع مغشوشة وأخرى تسبب أمراضا خطرة